لعقود طويلة لم تنظر فرنسا إلى القارة الصمراء إلا بكل ازدراء رغم ما ينعكسه على اقتصاد باريس من ازدهار كبير بفضل تاريخ فرنسا الامبريالي أو الاستعمار في صياته المعاصرة من حيث امتلاك اليد الطولة في اقتصادات تلك الدول المغلوبة على أمرها الخنوم الإفريقي وإن استمر لعقود إلا أنه لم يكن ليستمر ذلك أن فرنسا لم تتوقف عن ابتلاع خيرات القارة دون عائد مكافئ يتم من خلاله تنمية تلك الدول وما إن استعرت الأزمة الروسية الأوكرانية حتى بدت ملامح تمرد على سياسات تلك الدول الإفريقية تجاه فرنسا مطالبة بمغادرة القوات الفرنسية التي تواجدت على أراضي القارة لسنوات طوال مع إلغاء عدة امتيازات عسكرية لفرنسا لصالح إما روسيا أو الصين أو حتى الولايات المتحدة وسعيا لكبح جماح الخسائر الكبيرة في القارة ودعما للاقتصاد الفرنسي المنهج يبدأ رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون جولة إفريقية تشمل الجابون وأنجولا وكونغو برزافيل وكونغو الديمقراطية رفضا المنافسة الاستراتيجية التي يفرضها بحسب قول من يستقرون هناك مع جيوشهم ومرتزقتهم في إشارة إلى روسيا ومجموعة فاجنر العسكرية المرتبطة بموسكو قائلا إن إفريقيا ليست منطقة نفوذ بل منطقة يجب أن تعامل وفق مبدأ المنفعة المتبادلة وتتزامن الزيارة مع إعلان باريس عن استراتيجية جديدة لتعامل مع القارة السمراء تشمل خفض أعداد القوات الفرنسية المتواجدة بعدة دول وتعزيز الشراكة التعاونية من أجل مواجهة النفوذ الصيني والروسي المتزايد داخل دول القارة